اشتركوا في القناة وحتى يعني على قولتهم يكون الاستعدادات وتجميع الامور بشكل اكبر ان شاء الله وتوضيح من خلال يعني النص ساعة او ال 45 دقيقة اللي دائما نقدمها لكم في مقدمة البرنامج مشاهدين الكرام باسم وسمكم ارحب بضيفنا وضيفكم اخوي العزيز بو اسامة حياك الله بو اسامة محمد اثنيان رئيس مركز طروس حياك الله وياها المرحبة الله حيك محمد واحنا نبارك لك ونباك المشاهدين الكرام وفي هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك وان شاء الله يعود علينا في ازمنة عديدة باليوم والبركات للقيادة السياسية والحكومة والشعب والجميع ويكون مرحة استقرار بإذن الله ان شاء الله يا رب وكل عام وانت بخير ومبارك عليك الشهر وان شاء الله تعودك كل سنة يا ابو اسامة بخير وصحة وعافية بدون انت خباط طبعا كل سنة خلالها كل 4 سنوات يعني والله اعتقد انا شيك صعب كل 4 سنوات اصبح علمها ان مجلس يستمر 4 سنوات يعني اصبح من الاحلام ابو اسامة يعني احنا في اجواء رمضان شون شفت يعني الايام نقول يمكن اربعة ايام اين اربعة ايام يومين يومين التسجيل امس واليوم اللي في شهر رمضان نعم التسجيل في ادارة الانتخابات طبعا ما زال التسجيل مستمر وينتهي يغلق باب التسجيل غدا الاربعة طبعا اثر اثر في غضية التسجيل لا طبعا اليوم شفنا تسجل مثلا محمد المطير وسجل مبارك كيف وايضا يعني في عدد كيف امس مرزوق الغانم امس مرزوق الغانم في رمضان بعد سجل وكذلك قبل عبيد الوسمي ومجموعة كبيرة سجلت في رمضان ما اثر يعني لكن اذا تابعنا اسماء المرشحين او العدد المرشحين في هذه الانتخابات وصل الى 221 الى اليوم اللي سجل اللي سجلوا في الانتخابات اللي طافت مقارنة مع الانتخابات الماضية 249 مرشح في باتشر تسجيل يعني تقريبا مقارب او نفس الشي ما بين 23 و 24 نعم راح يكون مقارب ما هو يعني بعيد عن 2023 وان كان كنت ارى ان هذا النزول الحالي هو مركز ما هو فقط عشوائي في تركيز في النزول وزيل ما تتوقع انه قد يكون باتشر في التسجيل مفاجئات لان احنا نسمع في الانتخابات يعني وهذا لعبة انتخابات بأسامة يقول لك والله فلان نزل عليه 2 ثلاثة بحيث لو يأخذون من رغم 1000 صوت 500 صوت 600 صوت ما تتوقع هذا الامر سيكون في اليوم الاخير عشان ما حد يقدر يسجل ويصحح اوضاع الاخر او كثير من المرشحين الآن قد ينتظرون باتشلر يعني لان دائما في اخر يوم تصير فيه قنابل في التسجيل فممكن يسجل واحد يأثر داخل المكونات فيأثر على المرشحين فينتظرون بس جوغل اغباب التسجيل متوقع ولا غير متوقع سوالي لك متوقع اكيد متوقع بكل انتخابات وانتخابات دائما الاقور لا بس انا اعتقد ان هذه الانتخابات مختلفة يعني في عملية التسجيل في مدى عملية التأثير على المرشحين يعني هي تصير فيه كل الانتخابات بس هذه الانتخابات يكون بصورة لان فيها تركيز فتصبح يعني الصورة ظاهرة مثلا واحد نازل مع اثنين نازلين يعني معروفة الصورة وين نتجها انا اتفق معك لكن التركيز هذا ممكن ينزل واحد فيه مكون قوي قد مو نزول للتخريب او نزول مثلا يعني يؤثر على مرشح اخر قد يكون منافس ينافس في الدائرة فلازمنا احنا ما اغلق باب التسجيل وعندنا يعني تقريبا الانتخابات الى تقريبا اكثر من 20 يوم فماازال فيه ماازال فيه متوقع للمفاجآت وتتضح معنا باتر يعني صدق انا عندي امنية ابو اسامة اني ودي استضيف شيخ دين استضيف شيخ دين واسأله سؤال في انه اذا في مرشح يعني اوه ما لا يعني نقول حضوض في فرص النجاح وهو عارف نفسه انه ما لا حضوض في فرص النجاح لكن نزوله قد يؤثر على مرشح اخر ناجح شنو شرعيتها في هذا الموضوع مع ان احنا يعني عملنا ديمقراطي وغير مختلف لكن ايضا يعني تبقى الشريعة دائما موجودة من ناحية تصويت يعني التصويت لك لا من ناحية نزوله في الانتخابات اهوه في مسألة يعني انا اليوم انا عارف نفسي اني ما راح ينجح بس انا نازل بنية تصغط بؤسامة حقا هذا الدستوري اسمه حقا احنا نتكلم من ناحية شرعية انا قلت لك انا بشيخ دين ما قلت لك انا من ناحية دستوري اكيد حتى بشيخ دين انا حقا الكل ينزل الانتخابات يخذوا الانتخابات لانبي يسحب مجموعة من الاصوات من مرشح اخر مثلا مرشح زين ومرشح ممتاز وفرصة مضمونة مثلا نعم بس ما اعتقد ان هذا من حقوق الناس واعتقد حتى اذا شيخ دين لا تفتي لا تفتي لا تفتي اقول الله اعلم انت قاعد تفتي الان يا ابو اسامة يلا الله اعلم انت خلك فتوتك دستورية غانونية اتفقوا يا انا قلت لك اومنية ترى ما قلت لك قولي عطني فتوى وهو حق الناس حق الناس حق النزول ممكن يرى في نفسه القدرة على النجاح وقدرة على الاصلاح ويواحد يرى نفسه عنده قدرة على النجاح والاصلاح حقا يتقدم حقا في عملية النزول لكن انا سؤالي واضح قلت لك لشيخ الديني اللي راح يكون مكانك اذا يومنا يا مستاذة اذا في مرشح نزل بنية تخريب على مرشح اخر انه عارف نفسه ما ينجح لكن انه يريد ان يسقط المرشح الاخر هاذي عندك وانا انا قلت لك 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 والله العظيم فعلا فيها سؤال انا اتمنى ايه يعني واحد اذا انت شايف نفسه مثلا ما لفع يعني فرصة في النجاح يعني بتاتل يعني ماهو منافس منافس اوكي ما يمنع فيها ديبيت قوي هذي فيها نقاش قوي واعتقد حلو انك تضيف شيخ وتسأل فيها وايضا نسأل عن تصويت في رمضان من باب الدعابة والغشمرة ايضا احنا اتسأل حتى باب سؤال ترى يعني زي يعني اشرة اشرة كثيرة يعني زي حلو ايو والله تصدق يا بيننا حلقة ايو والله في المخالفات وغيرها خاصة في رمضان يعني وعشر اواخر عاد ما في عاد الحرام حرام في رمضان او غير رمضان صح او لا لا ايه بس احنا نقول ايه في رمضان في رمضان ناس الحريصة اكثر يعني ايه ابو حمد اذا نروح اليو افتر فيه مفاجآت بعد حصرياتك قاعد تعطينا حصرياتك ايه شنو انا اتبيني شكلك ايه ابو حمد قلتنا فيه حصري عندك بان داود تكفلها تقولها تكفلها حق الناس حق المشاهدين حق الامة انا اقبل انا اقبل انا اقبل انت ذكرت انا قلت لك ذاك اليوم بان داود معرفي الوزير الدولة شو من تسمى ووزير الشباب بانه راح بعد يوم السبت راح يقرر ورح يعلن يوم الاحد هو اعلن يوم الاحد انت الحصريات اللي كانت عندك والمصادر بس حصريات اللحظة ايه طالت فكلمة المصادر والحصريات اللي عندك قالت بان داود معرفي سوف يخوض الانتخابات ولكن داود معرفي اعلن عدم خوض الانتخابات الفين وارم وعشرين اعلن رسميا اوكي اوكي بس يعني احنا نوضح المشاهدين زي انا عطيتك وحنا الديمقراطيين لاحظة اوكي انا احترف شوف الخطأ وارد بس انا اصلت لي معلومة من مصدر موثوق نعم كان في لاخر لحظة ان كان داود معرفي بينزل انتخابات صحيح انا اقول لك هذه ما توفقت فيها زين ولا لا اوكي خلصنا منه لكن عطيتك حسن جوهر عطيتك انا عبدالوهاب البابطين صحيح اعلن عبدالوهاب البابطين اي 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 حسن جوهر عبدالوهاب البابطين ذكروني بعد معدنا ها زين في شغلة بعد بوحمد عطيت شغلات يعني في شغلة انا ذكرنا بالبرنامج هذا قاعدين اللي نذكره دائما يصير فيه له صدق ثاني يوم ثالث يوم عند الاخوة المشاهدين ذكرنا بان قبيلة مطير في الدائرة الثانية بوحمد ان فيها يعني ما فيه مرشح بعد فهد بوشيبة اليوم وصلوا سبع مرشحين كان واحد ما اخذ الاتخابات اليوم اعلوا سبع مرشحين عدم تنسير عدم تنسير عدم تنسير بس انا على موضوع داود معرفي انا ما كملت يعني قد يكون داود موعود في وزارة قد يكون هو ارتأل غراءة الله يوفي للانتخابات نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع ان شاء الله حبيبي بوحمد نحن دائما في منهجيتنا في تحليل الانتخابات او شي ندس المكونات وانتهينا منها جميع المكونات الامر الثاني رح ندس اليوم الارقام الدوائر الخمسة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخمسة الارقام الخمستعش اللي كانوا على الاقل في انتخابات السابقة وايضا اذا لم يترشع احد نتتبع ارقاما اين تتجه الحلقات القادمة بعد ما انتهي من دراسة ارقام نبدأ ندخل في قراءاتنا عندنا قراءتين لكل دائرة رح تكون عن الاستطلاعات وحضوظ المرشل يعني اليوم نبلش في الدائرة الاولى في الدائرة الاولى نبلش في الدائرة الاولى ذا المخرج يكون ويانا جاهز اذا قلنا له يكون جاهز الدائرة الاولى ابو حمد فيها نزول بالارقام 2023 اذا لاحظت على الرغم المراكز حافظوا على المراكز مثلا عبدالله المضرب في 2022 كان المركز الاول وفي 2023 كان المركز الاول لكن في نزول في الارقام زي نزول في الدائرة يعني بكامل بتفاصيلها مخرجنا على ما يطلعها المخرج طبعا طلعها جدامنا طبعا الارقام قد تكون ارقام موجة او قد تكون ارقام قاعدة اذا كانت موجة نتبع الموجة هل موجودة الموجة في الدائرة اذا كانت موجودة ممكن يحافظ عليها المرشع او صنع الموجة القاعدة هي ثابتة عندنا عبدالله المضف حصى لمركز التاسع في 2020 ب24377 صوت في 2000 وطبعا كان اول نزول هذا اول نزول اول نزول اول نزول اول نزول اول نزول وكانت الانتخابات مش في البطاقة المدنية نعم واعتقد في بعض المناطق هللي تم انضمان بعض المناطق نعم صحيح صح نعم في 2020 عبدالله المضف حصل على المركز الاول ب6375 ايضا اهني تقول البطاقة المدنية والمناطق الجديدة صح عشان نقول ليش الفرق صار تقريبا الفرق اكثر من دبل نعم اكثر من دبل حصل على ذلك تسعمية وثمانية وثلاثين صوت وهذه الزيادة ايضا الحالة السياسية اللي مرت فيها البلد ما هو فقط زيادة الارقام والبطاقة المدنية في 2023 حصل على 5815 صوت اي نزول 560 صوت وهذا طبيعي لان نزول في كل الارقام باستثناد داود معرفي وخالد الطمار لان كونهم يعني صاعدين وادخلوا المنافسة وداود لانه جديد يعتبر يعتبر جديد في ذاك في الانتخابات اللي طافت كان جديد هونيزا 22 23 وزاد بس ما نجح في 22 لا ما نجح فسام الزيد كان اول نزول له في 2020 1828 صوت حصل على المركز الثاني عشر وهذا كان اول نزول وكان رقمه عالي ومفاجأة 2022 حصل على المركز الثالث ب5760 صوت اي زيادة 3936 صوت متقارب مع زيادة عبدالله المظف فرق صوتين تقريبا فرق صوتين بالضبط بين عبدالله المظف و أسامة الزيد الزيادة تكلم على الزيادة لكن في 2023 حصل وسامة الزيد على 4570 يعني على المركز الثاني طبعا تقدم المركز لكن حصل في عنده نزول 1124 صوت وطبيعي لأن زاد المركز وطبيعي النزول لكن زاد المركز ونزول كان فيه هذه الانتخابات على الكل يعني راح تلاحظ معا زيادة في المراكز لكن فيه ارتفاع في المراكز ونزول في الأرقاب و هذا طبيعي أحمد لاري حصل على أول نزول له طبعا أحمد لاري كان 2016 في الدائرة الثانية حصل على 1174 و لم يترشح في 2020 بس خلنا نقول في 2016 كان مع سيدة عدنان سيدة عدنان لا 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 كان في الدائرة الثانية آه في الثانية في الثانية مش مرشح في الأولى صح 2020 لم يأخذوا الانتخابات 2022 خاضوا الانتخابات وحصل على المركز الرابع بـ 4104 أصوات الرقم عالي ولكن المركز الرابع لكن في 2023 حصل على 3738 صوت أي نزول 366 صوت وحصل على المركز الثاث يعني تقدم المركز مع أحمد لاري تقدم معه لكن في نزول في الرقم و هذا طبيعي خالد الطمار أول نزول له بـ 2022 حصل على 2228 صوت وهو المركز العاشر لأول نزول في 2023 حصل على 3575 صوت أي زيادة 1347 صوت زيادة عالية وهو يعني تعتبر زيادة عالية وهو يعتبر الوحيد الذي زاد لا مو الوحيد رح يمر معنا لدود معرفي على زيادة حسن جوهر لم يأخذوا الانتخابات 2016 خاضوا الانتخابات في 2020 حصل على 5849 صوت و في 2022 صار عنده زيادة و زيادة طبيعية 22 لكل زاد حصل على 6322 أي زيادة 483 صوت في 2022 لكن لاحظ معي في انتخابات 2023 حصل حسن جوهر على 3560 صوت أي عنده نزول 2772 صوت و زيادة هذه عالية جدا مع حسن جوهر وهذا الرقم أيضا رح يكون معنا في الدائرة تتبع هذا الرقم خاصة بعد عدم خوض حسن جوهر إلى أن يتجه في الدائرة هو رقم عالي جدا اللي هو 3560 صوت داود معرفي لم يترشح 2016 و لم يترشح في 2020 خاضوا الانتخابات لأول مرة في 22 و حصل على 1878 صوت و 2023 حصل على 3400 و 34 صوت بالمركز السادس أي زيادة 1556 صوت وهي أعلى زيادة في الدائرة بس ما كان عضو و بعدين صار عضو في 22 22 حصل على مركز 13 و 23 حصل على مركز السادس إذا رحنا لعيسى الكندري طبعا عيسى الكندري عندنا في 2016 حصل 4777 صوت في 2020 3398 صوت بعد دخول البطاقة المدنية و بعد دخول المناطق الزيادة زاد عيسى الكندري و حصل على المركز الخامس طبعا عيسى الكندري ثابت دائما في الخمس الأوائل حصل على 3683 صوت و كانت زيادة 285 صوت الانتخابات في 2023 عيسى الكندري حصل على 3185 صوت على مركز السابع و عنده نزول 498 صوت و كان عيسى الكندري في هذه الفترة في المستشفى لم يحضر الانتخابات من قبل الانتخابات بثلاث تأيام تقريبا أو أربع تأيام و لم يشارك استغريبا قاعدت يعني عيسى عنده ثبات في القاعدة أكثر من 3000 صوت يعني يزيد انتخابات 300 صوت ينزل 300 صوت يعني هذا عيسى الكندري ثابت رغمه حمد المدلج خاض انتخابات لأول مرة في 2022 حصل على مركز التاسع و حصل على مركز و حصل على رقم 28826 صوت طبعا حمد المدلج معنا بالاستطلاعات دائما ما يظهر بالاستطلاعات بحمد و هذا يعطينا ليش ندلس المكونات ليش ندلس الأرقام حمد المدلج ما يظهر بالاستطلاعات لكن يظهر في الصناديق و حصل على المركز التاسع في 2023 زاد الرقم تقريبا 62 صوت حصل على 2888 صوت و صعد إلى المركز الثامن تلاحظ محمد الزيادات أما نزول أو زيادة قليلة لكن في صعود في المراكز إذا تلاحظ أسامة شاهين حصل على في 2016 حصل على 2270 تقريبا المركز الثامن و في 2020 حصل على 2127 صوت يعني كان عنده نزول 103 أصوات في 2022 حصل أسامة شاهين على 289 صوت أي عنده زيادة في 22 وهذه تعطينا أرقام الدائرة كلها في زيادة في 2022 زاد 722 صوت في انتخابات الأخيرة 2023 2869 صوت حصل عنده نزول 20 صوت لكن أيضا تراجع في المركز لأسامة الشاهين طبعا أسامة الشاهين لا يخوض هذه الانتخابات ونتبع رقمه في البديل عند الحركة الدستورية وهو نزول الدكتور محمد عبدالله المطر ودائما الحركة الدستورية وقواعدها تتحرك في الدائرة خاصة أن شفنا أسامة الشاهين قاعد يتحرك مع محمد المطر وهذا يعطي دافع كبير لمحمد المطر هل يعزز وضع الدمخي الذي ضيفنا اليوم عدم نزول إسامة الشاهين طبعا عدم نزول إسامة الشاهين مع عادل الدمخي قراءة أخرى لكن لا شك هناك بديل الحركة الدستورية وزكت مرشحها لكن المحافظين الذين لا ملتزمين كغواعد المحافظين ممكن يستفيد عادل دمخي نعم لكن عادل دمخي وإسامة الشاهين وأيضا إذا كان محمد المطر إذا كان فيه تركيز بالدائرة إذا فيه تشتيت بالدائرة أكيد لا يكون لكن إذا كان فيه تركيز بالدائرة هذا يعزز من حظوظ عادل دمخي ومحمد المطر وغيرهم لكن هذا يعطينا التركيز وما زلنا في إقراءة لأن هي الفكرة أن سامة الشاهين يعتبر إسلامي محافظ يعني موضرورة يعني فيه محافظين بشكل عام خلاص يعني الأصوات تتسرب فيه هناك قناعة مثل بمحمد المطر مثل واحد لا مقتنع في محمد المطر الأغرب منه عادل الدمخي أكيد واضح العاشر عادل الدمخي حصل في 2016 على 2758 صوت المركز الرابع في 2020 حصل على المركز 11 1943 صوت كان عنده نزول 715 صوت في 2022 حصل على المركز السادس 3403 أصوات زاد عادل الدمخي عن 2020 1349 صوت في انتخابات 2023 حصل على المركز العاشر 2731 صوت عنده نزول 672 صوت وما زالت الانتخابات في بداياتها وبحث في أرقامها المركز 11 عندنا الصالح عشر في 2016 حصل على 2541 في المركز السادس في 2020 حصل على المركز الرابع 10 ب 1726 صوت أي كان عنده نزول 815 صوت في 2022 حصل على المركز الثامن 2867 صوت أي زيادة 1441 صوت وهي زيادة عالية جدا وحصل على المركز الثامن في 2023 حصل محمد جوهر حيات خذ أول انتخابات في 2023 وحصل على 2223 صوت وهو بالمركز الثاني عشر وهذا الرقم الذي حصل محمد جوهر حيات هو رقم عالي جدا يعني لو حصل الرقم هذا نفسه في 2022 ينافس على المركز العاشر مع خالد طمار لأن مقارب لخالد طمار بينهم ثمان أصوات تقريبا بين محمد جوهر حيات وخالد طمار في 2022 وتوقع راح يضاعف هذا الرقم محمد جوهر حيات في المركز الثاث عشر عندنا محمد مبارك خالد أول انتخابات في 2022 حصل على رقم 1381 صوت في المركز الخامس عشر محمد إذا تلاحظ معي دائما ركز على الداخل الخمسة عشر خارج الخمسة عشر تصعب المنافسة لكن الداخل الخمسة عشر دائما يجب يكون قريب من المنافسة يزيد لأن بأول انتخابات خالد إذا فوق الألفين في الدائرة الأولى كان يدخل المنافسة يدخل المنافسة لأن الوقت قصير محمد دداهم 2020 حصل على 1381 صوت بالمركز الخامس عشر 2023 حصل على 2138 صوت أي زيادة 757 صوت وهو داخل المنافسة علي القطان خاض الانتخابات لأول مرة في 2016 حصل على 1603 صوت 2023 2020 حصل على 3320 صوت أي زيادة 1700 صوت وفي 22 حصل على 1930 صوت أي عنده نزول 1390 صوت في انتخابات 2023 حصل على 1900 صوت يعني النزول تقريبا عنده أيضا نزول عن 2220 30 صوت أشوف بس اللي صار في 20 ثبت عليك نزول ثبت تقريبا لذلك علي القطان عشان الوقت بدي داهمنا علي القطان طبعا ما يخوضوا هذه الانتخابات ولا زلنا نتبع هذا الرقم إلى أين يتجه في الدائرة وراح يتضح معنا خلال فترة القادمة عندنا الرقم 15 في الدائرة اللي هو باس البحراني خاض الانتخابات لأول مرة في 2022 حصل على 1292 صوت أي السادس عشر وهو قريب إلى الدخول 15 في 2023 حصل على المركز الخامس عشر ب 1557 صوت أي عنده زيادة 265 صوت ونازلنا نتبع باس البحراني في المنافسة عندنا بس نقتصر أبو حمد عندنا عبدالله طريجي يخوض هذه الانتخابات عبدالله طريجي في آخر انتخابات خاضها 2020 حصل على 2472 صوت وعندنا أحمد الشحومي يخوض الانتخابات وهو آخر انتخابات خاضها في 2022 لم يخوض 23 كان 2043 صوت وأيضا عندنا مرشحين جدد حتى نختم فيهم عندنا علي الموسى مرشح جديد وعندنا مرشحين علي الصابري علي حسن نصير عبدالصمد تتبع أرقامهم وأين تتجه الفترة القادمة وتتضح معنا في الاستطلاعات خلال الفترة القادمة نعم كيف تتقول عن الدائرة شو الحكمة من هذه الأرغام وإظهارك مثل هذه الأرغام الحكمة في 2022 كان صعود في الأرقام عالي جدا في 2023 في نزول بالأرقام مع صعود في المراكز في 2024 وهذه التوقعات قد يكون في نزول في الأرقام لكن المنافسة محصورة في 2015 وقد يدخلون بعض المرشحين ذكرنا أساميهم خلال الفترة القادمة لكن ما زلنا نقرأ في الأرقام ونبحث عنها خاصة عندنا في مرشحين لم يخوضوا هذه الانتخابات حسن جوهر علي القطان باس علي القطان وداود معرفي وأيضا أسامة الشاهين أربع مرشحين عندهم مرشحين عالية إلى مكونات أخرى تبتضح معنا محمد الثنيان رئيس مركز طروس شكرا لك العفو أبو حمد ويعطيك ألف عافية أبو أسامة وباتشة الدائرة الثانية باتشة الدائرة الثانية أقرأ في الأرقام إذن مشاهد الكرام ما زلنا متواصلين معكم على الهواء مباشرة وراح يكون ضيفنا وضيفكم الأخ العزيز مرشح الدائرة الأولى الأخ عادل الدمخي بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة